اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقل من الخمس سنين هذا الشي بيضل معه لبعدين شو نحن بنعملون بهايدا الوقت هيدول الاكلات رح يكفوا معن اذا بدك لكل حياتهم او بيكون نوعا ما يعني كل شي والولاد عند الاهل بالبيت الاهل عندهم كنترول انه شو بيقدروا يحطوا بسحنهم لها الولاد فيه اكلات عن جد مش لازم تكون عم تنواجد بالبيت او عم تنعطى بطريقة يومية اذا بدك المشكلة الكتير كبيرة ان احنا هلأ صرنا بعصر بدنا كل شي بسرعة حتى الاهل كتير بتفهم العالم اللي عنده شغل او الماضي زي اللي ما عندهم هالوقت الكافي اذا بدك لا يحضروا لولادهم احسن الشي فينا نعوز هيدول الشغلات بايام مش كل يوم يعني بايام عن جد نكون مستعجلين فيهم بس ضروري نحط شوية تقفة طولة ونهار بالجمعة نقدر نحضر لها الولاد شو نحنا بدنا نتعميهم راح نبلش هنا عنا 12 ايتمز راح نبلش نشوف شو هو هلأ النامبر ون كل شي كانديز يعني كل شي هول البومبونات اللي بيكونوا او القومي بيرز هول اللي نحنا بنكون عم ناخدهم او حتى هول التشوكليتز اللي بيكونوا هيدا الفلايفرينج اللي بقلبه او هول الالوين الفوت كالرينج بياخدوا من 24 ل 48 ساعة 24 ساعة لا 48 ساعة لا يطلعوا من الجسم وبلاس فيه 9 دفيند فوت كالرينج غير الالوان اللي نحنا بنشوفها لانو بتعرف اجمالا مرات بيكون في خليط من الالوان هيدول الفوت كالرينج هن كتير سيئين للولاد وحتى انو ممكن يكونوا عم بيأسروا على يمكن ان الولاد يصيروا اجراسف يمكن يصير عندهم ايدي اتش دي يصير هالولاد كتير هايبر نحنا ما نعرف من شو وغير انو السكر بيخلي الولاد يكون كتير هايبر حتى هول الانجريدينس ياللي بقلبهم هن كمانا كتير سيئين في عنا كمانا الجومي بيرز او الكانديز هول بقلبهم امتي كالوريز يعني نحنا اجمالا هول ما بيعطوني كالوريز ما فيهم نوترشن فاليو صفر يعني ما بيعطوني ولا فيتامينات ولا معادن انلس كينو هن عاملين لون فورتيفكيشن يعني زيدين لون يمكن فيتامينز او شي هيدا صار غير موضوع بس انا عم بحكي هول اللي بناخدهم عز السناك اللي بيكون بقلبهم سكر حتى على الباكتج من وراء بيكون مكتوب قديش بقلبه سكر سو هن بس كالوريز جمالا وسكر ما بيفيدو زيرو افادة زيرو زيرو سو نحنا بدل ما نعطيهم هول الشغلات فينا نروح نحنا نعمل الكانديز بالبيت هلأ يمكن ياخدوا شوي وقت فيه لولي بابس بيناعملوا بالبيت من الفروتز او في عنا كتير كمية قلب السكر بتكون كمية كتير اقل سو دايما لازم نروح صوب الفواكة والخضرة نتبع في كتير الوان بالفواكة والخضرة انا ما بعف قديا هيكون هيكون منطقي بس انه بدنا نحاول قدمه فينا نحنا مرفت بدنا نروح لوقفي ونرجع نكمل الموضوع المهم مشاهدين نوقف بنرجع لكم عاودي لقلكم مشاهديننا وعاودي لقلك مرفت كمان لنكمل امين بدي اعطيك كمانا سبستوشن للاشياء اللي بتكون كاندي فينا نعمل شي اسمه بارك يعني نحط نجيب جريك يوغرت نحط بقلبه ميبل سيرب او هوني يعني هال نطفة السكر بيضل احسن من كل شي عم نعطيهم يا غير نخلطهم مع بعضهم ومنحطهم على سبريتشيت ومنحط معهم باريز سو هيك كمان بيصير شوي اتراكتف الالوان يعني فينا نحط بلوباري سرابري هيك بيصير شوي اتراكتف وكمان اتسويت فانو منقدر نعطيه للولاد هلأ بعد شاغلة في عنا لتشيبس هاي دي نمبر تري عنا البوتايتو تشيبس يعني كل شي تشيبس موجود بالسوق كمان ما بيقلبه نوتوشن فاليو بيقلبه كتير من الاملاح بيقلبه سوديوم ازول وكتير عالي بالسعارات الحرارية فانا اكيد مني مضطرة اني قعطي ولادي تشيبس تعافي مرات انت عم تحكي عن كل المأكولات اللي هن بالاساس من منهم ناح ولكن من هالمأكولات في عندي كمان لفلز يعني في عندي شرق افضل من شرق في شرق تعمل اشياء ممكن تكون ليثل يعني داخلها اشياء تقتل انسان يعني بعد بعد سنين بيكون عنده شي ما بيعرف انه منها مية بالمية انا اذا بدي اجيلك كل هول الاكلات اساسا هنه ما بيصوا حتى للأدالت فكيف شو حال انه للكيد يعني مثل ما قلنا امين نحنا عم نعمل اذا بدك استابلش منت للنوترشن يعني حيات هيدا الولد كيف دا تكون بعدين نوترشن لي فانا بدي جرب قدر المستطاع اني انا الولد حياكل من هول المأكلات ما حدا يجي نتضحك عبعد مفشي بيرفك صح بس انا فيني مدخل عبيتي يعني يكون المتد انه هالولد يمكن ياكلهم بالبيرث ديز برات البيت بس مش ينحطوا بالبيت وانه كل شوي نعطيه لهيدا الولد لانه عن جد بعدين ببينه كل الامراض اساسا انه كل شي عم نشوف هلأ امراض وكانسرز زل بنرجع شوي لورا بتشوف انه باللايف سايكل تبع هالشخص يمكن عن جد نمط الاكل تبعه ما كان هالقد منيح هون منحكي بيور بريفنتيف مادسين هلأ بالعلم هلأ والساينس بيقلك بالنمط اللي ماشيين فيه لوين احنا راحين تعارفين كل حلقة من قد تصوى ميرفاد بيطلع فكرة لحلقة تاني لازم نعمل حلقة عن الفاتي ليفر عند الاطفال تماما مهم جدا لانه كمان حالي خطرة جدا وموجودة بطريقة كتير جبيرة من ورا هيك لانه هن اساسا هيدول الاكلات دي اار ماركت خصوصي للاطفال هلأ راح نحكي شوي عن السيريالز هول اجمالا بنحطو بالرفوف بالسوبر ماركت على مدى نظر الاطفال بيحطو لك عليهم قلوان ورسومات لحتى هيدا الولد يمكن خلي اهله انه هو يشتري او انه هو يستحدي فهول السيريالز اجمالا نحنا بنعطو عالترويقه او بكير سو اسوأ الشي انه نكون عم نفوته اول الشي خلال النهار وهول اذا بدك التايبس الموجودين هنا اكتر شي بقلبون سكر وهنا الواحدين اللي الولاد بياكلوان سونا احنا شوف هنا نعمل سبستوشن هون فينا نروح اذا بدنا سيريالز كمان مش كل يوم لانه ما كتير بقلبون بروتين فينا نروح اكتر جرانولا اوتميل 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 بس كمان طعمة الاوتميل لازم يشتغلوا عليها شوي عم يشتغلوا عم يشتغلوا طعمتها كتير انه عرفتها بتحس انه بس انه بالنهاية لك تعريب شغلة انه مش كل شي هالثية راح يكون كتير كتير طيب فيه اشيه طبعا اكيد بتكون كتير طيبة بس فينا نعمل ساكريفايس بمحل معين لانه الساكريفايس راح تفيدنا اكتر بكتير انه احنا ناكل شي بس على خمس دقايه يكون كتير طيب يكون عندي بلاجر على خمس دقايه وبعدين انا اكون عم بياه خضاء يعني انا بك فان للاوتميل بس بس انه شوي طعمتو حط شوي عسل شوي كذا بكسراب هلا تسكر تسكر منه 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 هالهم هلا انت عندك كمانه متل ما قلت قبل انه فيه شرك احسن من شرك يعني فيه عندنا الجرانولا يلي هو منه كتير منيح بس بيضل احسن من هول السيرير زي اللي هنه بيورلي ماركتد للولاد وكمان بيقلبون كتير خامسا عنا الصودا او الشجري درينكس يعني كل شي جوسز او كل شي المشروبات الغازية هني كمان كتير سيئين للأدولتس فشحال اذا احنا عم نعطيهم للأطفال اكيد ابدا منه منيح و يعني اذا بدك بيصيروا هني بيستبدلوا محل الماء ازوال يعني خصوصة مع الاكل سو ضروري انه ما نكون كمان عم نفوتوا بالبيت هون دراسة كتير سريعة مش من زمان اريتا تونتي تونتي تو يلوز سفن تو ايت كيلوغرامز من من الجنر الوزن تبعنا اف يو اونلي ستوب صودا بالزبط سفن تو ايت كيلوز حتى لو كنا عم ناخدهم ضايت حتى لو بقلبهم ارتفشل سويتنرز مش ما نفكر انه هو كتير احسن طيب هلأ بعدين عنا البروست سناكس بارز يعني البارز يلي بيجوا عساس انه هني بقلبهم اوت وغرانولا وبيجي عليهم يمكن انحطها الشوكريت الملون هيدا كمان منه افضل شي لالولاد لانه كمان بقلبه كميات من السكر كتير عالية وكمان بقلبه او يمكن يكون بقلبه ارتفشل سويتنر ويمكن بيكون بقلبه برزيرفيتبز يعني هولي هلأ لما انا عم ندعاية بس انه اجمالا يعني بحكي عنه ان انا بالظبط هول احسن من غيرهم بس اللي بيجوا ارادة منشتريهم بالسوبر ماركت جاهزين ولا يعدوا وقت طويل وكمان برات البرات كمان هول بيكون بقلبهم برزيرفيتبز لحتى يعدوا وقت طويل يعني الشلف لايف طبعه يكون طويل هلأ في عنا الديب فرايد سناك سناك يعني مثل النوغت متل الشيكن بوبكورن ميبي مثل الموزرالا ستيك سو هول كمان كلا ماري ممكن بس اجمالا الولاد بيروحوا يساوبوا ليك اكتر هولي بيكونوا فروزن سناكس يعني مش فروزن سناكس هن بيجوا يمكن بريكوكت يلي هو حتما بيكون ديب فرايد وبيكونوا بالفريزر شو معمولين شو الخلطة طبعيتهم شو طحمين ليطلعوا بسناكس أسوأ النوع للتجاج بينتحن بهاي دول السناكس يعني بالنجلس أو الشيكن بوبكورن أسوأ الشي بيكون محطوط وبيكون بقلبه كمان أبهارات لحتى تغطي شوي هالطعم سو هن درجة أولى هن بريكوكت يعني ديب فرايد من قبل تانيا نحنا بنا نرجع نطبخهم كمان حنرجع نعملهم حنرجع نقليهم وكمان بنا نحط معهم يمكن كاتشاب أو أي شيء ساوسز كمان بقلبه سكر يعني كيف ما برمنا منها زابطة وعم شوف كمان ريسنت لي عم بيحطوهم باللونش بوكس يبعطوهم معهم على المدرسة إذا منعملهم تونة ساندويت أو تشيكن رول مثلا كتير أفضل من أنه نعطيهم هيك سناكس كمان نحد هيدا الشيء أنه نحنا ما نعوضهم أنه يكون موجود باللونش بوكس أو بسمع في حتى نحنا بالبيت كنا من قبل كانت مامت عملنا كل نهار جمعة أنه عنا مقالة سوفي كتير ناس هيك كمان بيبعتوا لأولادهم كنهار جمعة مثل هيدول ما ضرور يكون عن ويكلي بيس لأنه يمكن بس يروحوا على بيرث دايز رح يكون هيك الأكل سو أنا بجرب أنه أنا ما أبعت لهم هيك باللونش بوكس أو مطعميهم هيك بالبيت حتى إذا بدك توريستركت شوي هلأ في عنا كمان براسس ميتس يعني كل شيء هات دوغ بابيروني مرتدال سو هيدول يعني شو بدي إقلك أسوأ نوع لحمة ممكن الإنسان يأخدو شو حال إذا أنا بدي أعطيه للأطفال يلي بعدهم جسماً عم ينمى بتصور هني أكتر شيء يعني منستهلكين أكتر شيء مستهلكين أكتر شيء مستهلكين مثل ما أنا سرعة لأنه ما بدهم كتير وقته بيتحضر وكتير بسرعة في كتير أنوايا كانتشيز أساساً مرتبطة فيهم لهاللحوم المصنعة فعنجد أسوأ أسوأ شيء الإنسان ممكن يأخدوه هو اللحوم المصنعة فأنا أبداً ما في أعطيه للولاد ويمكن على العشرة نعملهم هات دوغز أو هك ساندويتشز ضروري ينشالوا من الضايت خصوصي 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 للأطفال فكمان هذا ممكن يعملي مشاكل بالقلب لاتر اون فأنا بغنى عن كل هيدا الشي هلا الشجري ديزيرت سالي هن الكوكيز والموفنز والدونتز والكيكز هون ما في مهرب منهم طبعاً بس كل ما بيكون هوم ميد أو كل ما بيكون إذا بدك الفريكنتسي تبعيته أنه أقل خلال الجمعة بيكون كمان إذا بدك سيف لأنه كمان ما كتير بيقلبه النتريشن فاليو بيقلبه سعرات حرارية عالية وبيقلبه السكرة عالية هلا إذا بدنا فينا نكون هانز آن مع الولاد نجرب نحن رسيبيز ويكونوا هنه عم بشاركونا هول الرسيبيز بالكيتشن يعني جربوا هنه نحطوا الانجريديينز فينا نجرب بغير إشياء يعني مثلاً فينا نعوذ في رسيبيز يمكن بشمندر أنه يكون هيك شي غريب بالنسبة لقلون ما بعرف الطعم ادي هيتقبلوا بس أنه بنا الولاد يعني بتشيليله النجدس بتحطيله شمندر هون بفكر أنه أنت ما بتحبيه يعني بس ولا ولا في براونيز بينعملوا مثلاً كمان في بالحمص أو بالبلاك بيينز ما بتبين الطعمة والله ما بتبين أبدا فبنا نكون هانز اون مع الولاد لحتى هيك بيكونوا إذا بدك متشجعين أكتر أنه هني يجربوا الأكل وبيتحس أن عندهم سانسوري ديفلوبمنت فهذا شيء كتير منيح على كل الأصعيدة الآن في عنا الفليفرد يوغيرت الجريك يوغيرت هو كتير مهم وكتير منيح بس أنا بدي أطلع فيه يوغيرت إذا منشوفه على النوترشن الانفرميشن طبعوله بيكون كتير كتير عالي بالسكر أو حتى بيكون بقلبه فود كالورينج فأنا بدي أكون وايز كتير بالشويس بس يعني نحن عم نعمل شوبينج ضروري شوية ناخد بس شوية وقت أنه نقرأ الليبلز لأنه عن جد بيكون في أشياء يمكن بيقولولك مثلا الزيت for example how do they market it بيحطولك أنه كوليسيرول free السؤال سريع بيكذبوا بالليبلز ولا لا لا مش مستطل فينا نعتبر أنه هني accurate في عندك error margin صغير بس إجمالا they are accurate بس إذا نحن بس إذا بتشوف بين product product أو brand و brand يمكن تلاقي فرق كتير كتير كبير سونا نحن ممكن نحن نطلع ناخد بس شوية وقت زيادة ونشوف الفرق هلأ في عندي الـ cheese puffs أو كل شي معمول بجبنة بقلبه artificial flavor بقلبه artificial artificial هيدا بيكون هيك بقلبه artificial flavor بقلبه يمكن coloring كمانه ومنه منه منيح على كل الأصعي ده وكتير بقلبه سوديوم وإنتزا أنا يعني very unhealthy snack للأولاد وcrackers كمان بيعملوا مننن فبدي حاول أنا قد ما فيني كون يعني عم نعمل filter من هول الشغلات وآخر نقطة لليوم المايكرويفر البابكورن البابكورن اللي بنحطه بمايكرويفر البابكورن is a good snack بس نعم نحن بالبيت نتحكم قديم نحط ملح قديم نحط إذا بدك flavorings زبدة 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 لينعمل هيك واللي يضل الوقت طويل ويعني كل شي عام ينعمل لينحفز بهالطريقة هو كتير سيئ فأنا يغنى أني فوت عن هيدا الشي للويت بيخد بس يمكن عشر دقائق ازيادة وبعمله أنا بالبيت سو بيسيك ليه هيدو لهنه مرة بتعرف الكتير حلوي الحلقة لأنه اليوم المشاهدين عم بيحضرونا ويلي هن بارنس بيقدروا يرسموا إذا بدك ستراتيجي جديد لوليدون أنا مهم جداً عم نقول يلي عم نحكيه هلأ والمعلومات يلي بيطبقوه هلأ الأهالي بيستفيدوا منهم من ولادهم بعد خمسة وعشرة وعشرين وبركة ثلاثين سنين فور جود يعني بيستفيدوا منهم هني بس بدي الشغلة الوحيدة الصعبة فيها أنه هي بدأ بس وقت بس بدي أعمل انبسمنت شوي بالوقت وأنا إذا بحمس لوليد عاشيم خلاص صار عنا الهنوها تانكيو ميرفاك وشاهدينا اللحظات ونرجع لكم موسيقى